النشرة الجوية من أول قناة إخبارية في الجزائر ورحبا بكم مشاهدنا الكرام إذا نجوة مشميسة ومستقرة تبقى تميزة أغلب المناطق الشمالية للوطن نهار الجمعة سيكون تغيير في الوضعية الجوية نجوة ستكون مغيمة غير مستقرة بعض الأمطار على كل الولايات الشمالية لكن ستكون أكثر نشاطا على الولايات الجنوبية نبدأ ونشرتنا الجوية كما العدا بصورة القمر الإصدناعي التي توضحنا سحب عابرة على كل المناطق الشمالية للوطن حتى على الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب الجزائري إذن الوضعية الجوية للنهار الخميس نبدأها بحركة الرياح الرياح رح تكون معتدل نسبيا على أغلب المناطق الشمالية للوطن تلحق سرعة الرياح إلى حوالي 40 كم في الساعة فيما يخص الولايات الجنوبية هبوب الرياح من ضعيفة إلى معتدل نسبيا رح تؤدي إلى تطاير بعض الزوابع الرملية محليا إذن الوضعية الجوية لننتظرها إن شاء الله في سباحة نهار الخميس رح يكون ضباب خفيف على كل المناطق الداخلية الغربية تقس مشمس إلى قليل السحب على الولايات الشمالية بعض الأمطار رح تخص منطقة تندوف سحب عابرة على أدرار أجوام غيمة جزئيا على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتاسل يبقى تقس مشمس ومستقر على شمال السحرة منطقة الواحد حتى على منطقة الصورة إذن درجة الحرارة الدنيا نسجنا مع الصباح إذن رح تلحق إلى درجة واحدة تحت السفر كايدنا مقياس نحن سجلوها ببثنا خنشلة بسة وباريكة درجتين على الغواط بسكرا وأفل وقلمة سقهراست من درجات على عنابة جيجر الواسكي 6 درجات على الجزائي العاصمة بليد أبو مردس تنس ووهران 4 درجات على معسكر وتلمسان سفر درجة على كل من النعامة والبيض حتى الجلفة والتيارت فيما خص الولايات الجنوبية 3 درجات فقط على بشار 8 درجات على تندوف 14 درجة على أدرار 12 درجة على الصحراء الوسطى بالضبط على منطقة عينصال 5 درجات على غردايا زلفانة المنيعة 6 درجات على واتسوف إليزي جانات وعنا مناس إذن في ظاهرة النهار الخميس الضباب لي كان يميز المناطق الداخلية الغربية رح يزور تدريجيا نجوح تكون مشمسة ومستقرة على العموم على كل المناطق الشمالية الغربية والوسطى السحب عابرة بدون فعالية رح تخص الولايات الشرقية إذن الأمطال كانت ميز ولاية تندوف في الصباحة رح تلتحق خلال الظاهرة بمنطقة أدرار حتى على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والباسيلي مع حركة رياح رح تكون معتاد لا رح تهدي لتطاير بعض الزوابع رملية محليا إذن درجة الحرارة القصوى نسجل إن شاء الله خلال ظاهرة الخميس إذن رح تلحق إلى 16 درجة على بشار 18 درجة على تندوف 16 درجة على عينصالح رح تسجلوا 24 درجة على أدرار 22 درجة على الثامنة 28 درجة على غردايا زلفانة المنيعة 28 درجة على مقياس بأقصى الجنوب الجزائري ماقيس ما بين 16 إلى 17 درجة على السواحل الوطنية 18 درجة على معسكر وتلمسان 16 درجة على لغوات بسكرة وأفلو 15 درجة على قلمة سوق هراس ماقيس ما بين 11 إلى 12 درجة على كل منباتنا خنجلة بساق سنتينة ووسطي في دن البحر إن شاء الله لنهار الخميس رح يكون مضطرب إلى قليل الاضطراب على أغلب السواحل الوطنية الرياح رح تكون متغيرة الاتجاهات تلحق سرعتها لحوالي 20 كم في الساعة للسواحل الشرقية أو الغربية وتتراوح ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة لكل السواحل الوسطى والشرقية للوطن بخصوص الرؤية إن شاء الله تكون حسنة على طول الشريط الساحلي وإتجاه الأمواج رح يكون شمالي غربي على كل السواحل الوسطى والشرقية وشمالي شرقي على السواحل الغربية للوطن إذن وقبل من ختموا نشرطنا لنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية البويران إن شاء الله نهار الخميس والجمعة التقصر سيكون مشمس ومستقر على العموم نهار السبت ستكون فيه بعض القطرات من الأمطار مع درجات حرارة الدنيا مع الصباح ستتراوح ما بين درجتين إلى 6 درجات خلال الصباحة وما بين 11 إلى 17 درجات خلال الظاهرة سرعة الرياح فيها مرحة تعدى 30 كم في الساعة ورطبة حوالي 65% في الأخير نختموا نشرطنا الجوبيا بورقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوبيا المنتظر إن شاء الله في الصباحة وظاهرتها الخميس بإذن الله نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في يمان الله